العشبة دي بتتسبب في ضمار الحيوانات المنوية بشكل كبير جدا 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 حد حيسألني ويقول لي طب ليه بيش رابوه؟ شكرا لأنك ستشاهد هذا الفيديو سنسعد باشتراكك في القناة ومشاركتك لقصصنا وإعجابك بها وتعليكك عليها نبتة أو عشبة بتتسبب في ضمار الحيوانات المنوية عند الراجل الحيوانات المنوية حرفيا بتتضمر بسبب النبتة أو العشبة دي وكثير من الرجال بيتناولوا العشبة دي للأسف الشديد طيب ممكن أعرف إيه اسم العشبة دي العشبة أو النبتة دي اسمها سانت جون أو عشبة الكدسين العشبة دي بتتسبب في ضمار الحيوانات المنوية بشكل كبير جدا 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 حد حيسألني ويقول لي طب ليه بيشربوها؟ بيشربوها لأن العشبة دي بيتم وصفها في علاج الاكتئاب الناس اللي عندهم اكتئاب شديد العشبة دي بتساهم في علاج الاكتئاب ده بطريقة فعالة جدا وبطريقة كبيرة جدا العشبة دي بتتكون من مركبات مخدرة عشان كده ليها فعالية كبيرة في علاج الاكتئاب طيب إيه اللي بتعمله يعني في الحيوانات المنوية؟ إيه اللي بتعمله؟ أول حاجة بتعيق حركة الحيوانات المنوية الحيوان المنو بيكون غير قادر على الحركة غير قادر على الوصول للبويضة وبالتالي يخصبها تاني حاجة العشبة دي بتقتل الحيوانات المنوية للرجل فبالتالي يا جماعة بتأثر على الخصوبة بالسلب طبعا أتمنى أن الفيديو دي يكون أعجابكم على الود لقيناكم وعلى مثله نودعكم وتفضلوا بقبول تحياتي محدثكم دكتور أحمد أشرف وإيه بالفعل؟ إلى اللقاء